بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس هبدأ مع حضراتكم النهاردة في العديد من الملفات كالعادة هنتناقش مع حضراتكم في أمور كثيرة دايماً انا متعود دايماً أتكلم مع حضراتكم بمنتهى الوضوح والصراحة ودي رسالة الإعلامية اللي دايماً قناة النادي الأهلي بتبقى حريصة على تطبيقها من سنة 2008 وحتى الآن على مدار كل العصور السابقة وحتى الآن ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأنه رضاً على إكذوبة إحنا بطل الدوري والكاس إزاي يعني نخسر السوبر؟ أو إزاي ما نلعبش نفسنا؟ إزاي ما بيتقال؟ المفروض يحصل أن النادي الأهلي كان يقابل نفسه في موسم 2005-2006 مثلاً يعني فالأهلي بطل الدوري والكاس موسم 2005-2006 الأهلي حقق لقب السوبر عام 2006 على حساب أمبي بهدف محمد أبوتريكا في الديئة 90 كنت أتشرف بالتواجد في الملعب في ذلك الوقت آه الهدف أمام حضراتكم ده في الديئة 90 وكان من المفترض أن يكون الزمالك أو نادي الزمالك النادي الكبير والعريق طرفاً في المباراة باعتباره وصيف الدوري والكاس لأن لاعبه النادي الأبيض رفضوا استلام المدليات عقب الخسارة فقرر اتحاد كرة القدم معاقبة النادي وإشراك أمبي ثالث الدوري في مباراة السوبر أنا بتكلم مع حضراتكم بالحقائق والبراهين زي ما حضراتكم شايفين مش كلامه خلاص أنا عارف أن أنا هطلع أقول الكلمتين دول هيطلع حد تاني يقول كلامته لكن ما فيش مشكلة في موسم 2006-2007 الأهلي بطلاً للدوري والكاس ده تتويج 2005-2006 الأهلي كان بطلاً للدوري والكاس في 2006-2007 حقق الأهلي لقب السوبر 2007 على حساب النادي الإسماعيلي النادي الكبير والعريق بركلات الترجيح بنتيجة أربعة اتنين حيث انتهى الوقتين الأصلي والإضافي زي ما حضراتكم شايفين بالتعادل الإيجابي واحد واحد النجم الكبير كابتن محمد حمص نجم الدرويش في الدقيقة واحد وتلاتين وكابتن شادي محمد تعادل من ركل الجزاء للنادي الأهلي في الدقيقة اتنين واربعين سجل للأهلي في ركلات الترجيح جيل بيرتو ومحمد أبوتريكا وقسام حسني وشادي محمد فيما أهضر محمد بركات نجم النادي الأهلي في ذلك الوقت فيما سجل للنادي الإسماعيلي عبدالله الشحات والعراقي مصطفى كريم بينما أهضر عبدالله السعيد وأحمد سمير فرج ركلتين متتاليتين طيب هو الإسماعيلي لعب المبارادي ليه؟ الإسماعيلي كان ثالث الدوري كان ثالث الدوري ولكن بعد اعتذار أو انسحاب سميها زي ما حضرتك عايز الزمالك صاحب المركز الثاني قرر اتحاد كرة القدم إشراك النادي الإسماعيلي صاحب المركز الثالث بعد ايه؟ بعد اعتذار أو انسحاب نادي الزمالك زي ما حضرتك عايز قول زي ما انت عايز وده طبعا للتتويج مع كابتن شادي محمد وكابتن أسام الحضري بس كده لا لسه أزبر 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 في موسم 2016-2017 الأهلي بطلا للدوري والكاس فالمفروض الأهلي كان حيلعب نفسه كان يلعب 11 هنا و11 الناحية التانية ويقف يلعبه بعض ونشوف مين اللي هيكسب ونقول الأهلي ألف ولا الأهلي به ولكن الأهلي حقق لقى بالسوبر 2017 على حساب مين؟ المصري البورسعيدي هدف حمل توقيع وليد أزارو بعد خطأ فادح من أحمد مسعود لو تتذكروا هذه المباراة حارس مرمى الفريق البورسعيدي في الديئة كم؟ 101 طيب هو ليه المصري لعب هذه المباراة؟ النادي المصري لعب هذه المباراة باعتباره وصيفا للكأس حيث خسر أمام النادي الأهلي اتنين واحد بعد أن كان متقدما بهدف عبدالله بيك لأن عمر جمال سجل التعادل في الدقيقة 117 واحمد فتحي هدف قاتل في الدقيقة 120 أنا ليه بقولي الكلام ده؟ عشان أوري حضراتكم النادي الأهلي واجه نفسه دقيقة وده التتويج بتاع 2016-2017 يعني خلال الثلاث مرات اللي أنا جبتهم بسرعة يعني 2005-2006 2006-2007 2016-2017 جبت لحضراتكم حاجة سريعة جدا ليه؟ وأعدت أدور في التصريحات عن تصريحات النادي الأهلي في ذلك الوقت مع أننا متأكد وعارف ولكن أعدت أدور في التصريحات إن أنا لقي حد أطلع من المسؤولين في النادي الأهلي أو من إعلام النادي الأهلي يقول يا جماعة إحنا المفروض كنا لعب نفسنا أو المدير الفني يطلع يقول هذا الكلام لم أجد الحقيقة لم أجد فالخسارة أمام الأهلي بهذا الشكل بكل تأكيد بتفقد الكثير والكثير من حاجات كتيرة جدا وده شيء طبيعي بالمناسبة فكان مننا المفترض أن يكون هناك يعني أن أن الناس توجه التحية لمستر مرسيل كولر على أنه أدار هذه المباراة باحترافية وأدار هذه المباراة وعمل درسي تكتيكي وخططي بالمناسبة في هذا البرنامج ومن هذا الشخص في مباراة الكاس قلت أن فريرة كان مدير فني على مجتوى عالي ويستحق كل التقدير في مباراة الكاس ما بين الأهل والزمالك اللي فاس فيها الزمالك بالمناسبة يعني وكلنا لما بيجي سيرة فريرة في أي وقت لأنه هو يستحق احنا مش بنعمل كده يعني بنتجبأ ولا حاجة لأ ولكنها هذه الحقيقة أن مستر فريرة قبل هذه المباراة اللي هي الأخيرة كان الرجل ده بالنسبة لي أنا كمان فنيا ممكن أعود أتفرج عليه شوفه بيعمل إيه فنيا ولكن المباراة الأخيرة يعني فيها كلام كتير جدا كان لا يصح أنه هو يتقال في مثل هذه الظروف وهنا أنا بتكلم على الوقت الزمني اللي اشتغل فيه مستر مارسيل كولر ستة أسابيع أدى بهذا الشكل عموما لكن مستر فريرة موجود مع نادي الزمالك من قبل كمان أعتقد نهاية الدول الأول في السنة اللي فاتت وده كان بيدي تميز كل المحللين قالوا أن ده بيدي تميز لمستر فريرة على مستر مارسيل كولر في المباراة اللي هي الأهلي كسبها فالحقيقة أنا بس حبيت أن أنا أوري لحضرتك علشان لو محدش قال لك تبقى عرفت بمنتهى الأذب وبمنتهى الاحترام النادي الأهلي كان ممكن يلاعب نفسه كم مرة ولكن طبعا فيش حاجة اسمها بيلعب نفسه وما فيش حاجة اسمها إحنا إزاي خسرنا البطولة دي كرة قدم قدت إلى خسارة النادي الزمالك أمام النادي الأهلي في المباراة الأخيرة فرحان مش فرحان ما أحدش يعني أنا بشوف أن الناس اللي عمالها تدخل نفسها في هذا الأمر وتقول كنت فرحانين زيادة على اللزوم مش هعرف فهمهم هو إحنا ليه فرحانين إحنا فرحانين طبعا عشان إحنا خدنا السوبر ولكن آخر حاجة إحنا عندنا عوامل كتيرة جدا تخلينا نفرح بعد الفوز على نادي كبير زي نادي الزمالك بالمناسبة فدي تخلينا نفرح ونتبسط طبعا إن إحنا رجعنا تاني لأنه لو لقدر الله كانت المباراة دي حنخسارها كان حيبقى فيه ضغط نفسي شديد جدا على لعبتنا وعلى مديرنا الفني لأنها في بداية الموسم طبعا ولسه مطشين دوري ويعالم حنلعب كاس تاني ولا حنلعب سوبر تاني ولا محدش عارف فلأنه نادي زمالك هو أقرب الأندية للنادي الأهلي بفارقة حتى في الدوري 42-13 أو آه 13 حقيقة لكن أو 14 أنا آسف 42-14 دوري عشان كده دايما بتبقى علاقة الندية أو اللي بيحاول للبعض يخليها ندية بنبقى دايما حارصين إن إحنا نتكلم وناخد بالنا من هذا الكلام فأنا بس حبيت إن أنا أوري لحضراتكم مش لجمهور الأهلي ولكن لبعض من لا يشجع النادي الأهلي اللي بيتكلم بهذه أنا فيه ناس بتكلمني والله العظيم تلاتة فيه ناس ما بتشجعش النادي الأهلي وبتشجع نادي زمالك ونتكلمني بهذا الشكل إحنا المفروض كنا إحنا يعني إحنا كده كده رايحين بطولة عشان يعني إحنا أخذين الدوري والكاس ما هو الأهلي حصلت معها كتير قبل كده بالمناسبة لكن في الملعب النادي الأهلي كان أفضل من زمالك ويستحق المكسب ده طبيعي جدا وده قلناه في مبارات الكاس بالمناسبة قلنا إن الشوت الأول كان للأهلي أو العكس الشوت الأول كان للزمالك شوت تاني كان للأهلي قلنا الكلام ده بالمناسبة هنا داخل قناة النادي الأهلي طيب أزيد لحضراتكم من الشعر بيت ناس كتيرة جدا كانت بتتكلم عن إمام عشور ولي بيعمله إمام عشور والطرئيسة اللي خدها إمام عشور وبتاع الحقيقة النهاردة تحديدا النهاردة تحديدا إمام عشور عجبني جدا أنت بتتكلم على مين يا إسلام على إمام عشور لعب نادي الزمالك آه يا فندم بتكلم على إمام عشور لعب نادي الزمالك ليه بتكلم على إمام عشور ليه لأن إمام عشور عمل حاجة فيها روح رياضية كبيرة جدا ومحترمة جدا تخلينا كلنا كأهلوية اللي دائما تخدوا بالحضراتكم دائما ما نتابع الروح الرياضية والنادي الأهلي عندما يتكلم يتكلم بأخلاقه وبمبادئه لأنه دائما ما يرسي الروح الرياضية فلما يحصل حاجة من من إمام عشور أو من نادي منافس اللي هو النادي المفروض اللي بتقال عليه من ديربي ومش ديربي والكلام ده كله لأ هنطلع ونقول لازم نبني على ما هو قادم من خلال التصرف المحترم اللي عمله إمام عشور للدريق آه تصرف رائع من إمام عشور وما زميل في المنتخب بالمناسبة إمام محمد عبد المنعم ولكن كتير يخافوا يعملوا الحركة دي بتاعت اللي عملها إمام عشور في ناس تخاف تعمل الحركة دي ولكن إمام عشور بوجوده في المستشفى وزيارته لمحمد عبد المنعم أنا شخصيا بقى أحيي وأعرف إن معظم كل أو كل جمهور النادي الأهلي حيحيي إمام عشور على هذه الروح الرياضية المحترمة قبل كده لو تتذكروا محمد عبد الشافي هذا النجم الكبير في نادي الزمالك والنجم الخلوق المحترم كابتن وليد سليمان لما راح له الكل احتفل بهذه اللقطة احتفل بالروح الرياضية مش باللقطة إن كابتن وليد سليمان راح لكابتن محمد عبد الشافي ملاعب النادي أو نجم النادي الأهلي بيروح لنجم نادي الزمالك في المستشفى عشان يتطمن عليه هذه هي الأخلاق اللي احنا دايما بنترب عليها داخل النادي الأهلي هل ده معناه أن أنا ما ردش على فريرة لا أرد بس رد المتقل الاحترام والأدب بدون مغلط واجيب لحضرتك الأهلي كان ممكن يلاعب نفسه كم مرة ما عندناش مشكلة هتقول لي دي عكس دي ما هي دي عكس دي لأن دي حاجة ودي حاجة والصورة هاتها تاني يا سامين لو سمحت الصورة اللي احنا شايفينها دي حاجة محترمة يجب أن يتم البناء على هذه الصورة أنا الأوان نحنا لما نشوف صورة محترمة زي دي من اتنين نجوم كبار يعني طبعا محمد عبد المنهم في المستشفى وكلنا نروح له ونسأل عليه ونطمن عليه كأهلوية إن إمام عشور لما يروح له يجب أن يتم إبراز هذا الموضوع كحدث لأنه أتمنى إن كل وسائل الإعلام تتكلم في هذه النقطة لأنه هو ده اللي بيرسي المبادئ والإعلاقات الطيبة الملعب حناكل بعض رياضيا جوه الملعب لكن بعد المباراة الناس صحاب لو شفت حضرتك كباتن الفريق هنا وهنا وهما بيتكلموا هتقول إنه هناك البعض المتعصب هيراجع نفسه هيراجع نفسه أنا ليه بقول الكلام ده لأنه أنا واحد من الناس اللي حصل معي هذه الأمور كتير جدا مش أنا أجي قال كتيرة جدا 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 لما تيجي تتكلم تلاقي إن فلان يعني أنا شخصيا كنت باعد أنا وحزم أمان في قوضة واحدة في المنتخد من وإحنا صغيرين لغاية لما كبرنا نجم نادي الزمالك وأنا كنت ساعتها ما بلعبش في الأهلي أو لكن بعد كده لعبت في الأهلي كنت باعد مع حزم أمان في القوضة ناس كتيرة جدا من الأهلي بيعودوا مع العيبة من الزمالك في قوضة واحدة هتقول لي إزاي هقولك هاو هي دي الدنيا فهو دا اللي أنا دايما عايز أوصله لحضراتكم إن إحنا في حاجة اسمها الترند الإيجابي مش لازم كل حاجة تبقى سلبية مش لازم كل حاجة تبقى إحنا بندور على الحاجة الوحشة عشان نطلع نبرزها أبدا لكن هل دا معناه إن لو النادي الأهلي يتعرض لأي حاجة مش هنطلع نرد لا هنطلع نرد ولكن بأخلاق النادي الأهلي وبأسلوب النادي الأهلي وبمبادئ النادي الأهلي وبطريقة النادي الأهلي عشان كده بحاجة بيعرف يمسك علينا حاجة لأن إحنا بنغلطش وعمري ما بخلط الأمور أبدا زي ما انتقط ولكن لقيت الصورة دي أول ما لقيت الصورة دي لقيت الشباب عندي في العدلة كابت بيقولولي كذا تلتهم ناس محترمة لأنه أنا كمان كنت عايز أحط الصورة دي في النهاردة في الإنترو نتكلم فيه فشكرا لإمام عشور هذه الروح الطيبة وأتمنى وشكرا لكل اللي أعبي لأن مثل هذه الأمور هي اللي دايما بتودينا لبداية جيدة لعودة الجمهور إيه عم اللي وصل الصورة دي أيها فندم الصورة دي هتخلينا نتكلم بقلب جامد نحن عايزين نرجع الجمهور تاني أو يعني يبقوا أكتر من كده نقب أحمد دياب رئيس الرابطة رئيس رابطة الأندية المحترفة بعد إذن حضرتك لو تقدر تدور إن نخلي الجمهور أكتر من كده شوية تلاتة وتلاتة أتمنى إن ده يحصل من حضرتك خلال الفترة اللي جاية لأنه الظروف الفترة دي تحتاج إلى إن إحنا نشوف جمهور الأهلي وجمهور المحلة وجمهور الزمالك وجمهور الإسماعيلي وبيقفوا وراء فرقهم وجمهور الاتحاد السكندري اللي عامل نتائج رائعة تخيل أنت عشان بس ما حدش يقولك الآن لكن تخيل أنت اتحاد اسكندرية بيلعب في اسكندرية وهو كسبان الثلاث ماتشات دول الماتشات اللي جاية هتبقى عاملة إزاي لو اللي استاد كله اسكندرية هتلاقي استاد اسكندرية كله مليان وأحلى تشجيع وأحلى حاجة في الدنيا هو ده اللي احنا عايزين وهو ده اللي بنسعى لي مش إسلام ولكن كل المنظومة الرياضية بتسعى لي وأتمنى أن النقب أحمد دياب يصل له هذا الأمر لأنه بالفعل هذه الأمور بتؤدي إلى إخماد أي فتنة إخماد أي فتنة تعصب لأنه الجمهورية الجديدة تحتاج إلى هذه الأمور قتل التعصب تماما لكن ندافع وندافع وندافع ونموت نفسنا في الدفاع عن ندينا بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب دي حاجة ودي حاجة عمر ما حد يقدر أي حد في قناة النادي الأهلي أو في إعلام النادي الأهلي بشكل عام تلاقي حد يقدر لأنه إحنا لما بنتكلم أو بنتعامل بنتعالم بنتعامل بأخلاء النادي الأهلي واسلوب النادي الأهلي فعمرنا ما حنسكت على حاجة ضد النادي الأهلي خلينا نروح بقى لموضوع آخر عملاق أفريقيا مين عملاق أفريقيا؟ وواحد من أرجل اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي وهو مخلص لأقصى درجة يعني عايز أقول لحضراتكم أنه هو تحمل كتير جدا خلال الفترة الأخيرة عشان يكون رقم واحد خلال السنوات اللي فاتت ولكن يظل دائما محمد الشناوي السد المنيع خدوا بالكم كان لي تصديات مؤثرة للغاية في مباراة السوبر أمام الزمالك يمكن كانت في توقيتات ممتازة جدا هذه التصديات الفول اللي حطه أحمد سيد زيزو كان ممكن جدا لو دخلت كان يبقى تعادل ولكن وجود محمد الشناوي السد المنيع للنادي الأهلي أنقذ كل هذه الأمور وخلنا نكمل واحد سفر ونقدر نجيب الهدف الثاني لأنه دائما ما تخافش على الأهلي طول ما محمد الشناوي موجود الحقيقة وباقي الحراس واللاعبين طبعا ولكن الشناوي بما حققوا مع الأهلي ومنتخب مصر في حتة تانية خالص في حتة تانية خالص النهاردة الشناوي يا جماعة هشوف الرجولة بقى الرجل ده من حظه السيء أنه تم الإعلان أنه أفضل لعب في أفريقيا يوم المباراة النهائية الموتش كان بيتلاعب فلم نوفق فيه طبعا في هذه المباراة فكلنا سكتنا ما كناش يعني ما كناش نقدر نطلع نحتفل في ظل خسرتنا للنهائي الأفريقي ففضل حابس فرحته لحد ما جميل الله الأهلي كلها تفرح عشان يحتفل معاهم النهاردة محمد الشناوي كتب عنده على صفحته الشخصية على انستجرام مبروك على جمهور الأهلي بطولة كأس السوبر شكرا اللاعبين جازة مجلس إدارة النادي وعقبال البطولات اللي جاية جي الوقت عشان احتفل بلقب كنت مأجل الاحتفال به وهو أحسن لاعب في أفريقيا يا رب دايما في احتفالات يا أهلوية حاجة محترمة جداً تهلي هنا ساميلة سمحت حاجة محترمة جداً محمد الشناوي من اللاعبين اللي لهم حب داخل كل جمهور النادي الأهلي إذا كان هناك أخطاء السنة اللي فاتت فكل جمهور النادي الأهلي بيعديها عارفين ليه؟ عشان عارفين أن محمد الشناوي واحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي زي كابتن أحمد شبير زي الله أرحمه ثابت البطل كابتن إكرامي كل الكباتن العزام كابتن عصام الحضري كل الكباتن الكبار العزام اللي اشتغلوا في هذا المكان محمد الشناوي قصة كفاح كبيرة جداً جداً ألف ألف مبروك يا شناوي على حاجتين ألف مبروك على بطولة السوبر وعلى استعدتك لمستواك الرائع وقدرتك على قيادة الفريق من خلفهم وأيضاً ألف ألف مبروك على أفضل لاعب في إفريقيا تستحقها وبالفعل محمد الشناوي يستحق هذه الجائزة طيب مجهزين حاجة لطيفة كده وصغيرة للشناوي نطلع نشوفها ونرجع نكلم مع حضراتكم ألف مبروك يا شنو على زي ما قلت لحضراتكم الفوز بكأس السوبر وأيضاً الفوز بأفضل لاعب في إفريقيا نقدر دلوقتي نقول هلك وإحنا بنتحك وإحنا مبسطين لأنه بالفعل محمد الشناوي هو أفضل لاعب في إفريقيا بمناسبة الاحتفالات بالسوبر الأفريقي أنا قلت بالسوبر المحلي إن شاء الله تبقى حاجة خير إن شاء الله نحن نقدر ناخد السوبر لأفريقيا بشرة خير إن شاء الله السنة الجاية يعني طبعاً فريل أهلي والجهاز الفني وكمان الجماهير كلنا أغلقنا صفحة السوبر وتركيز كله أصبح منصب أنا قلت لحضراتكم من بارح إننا النهاردة مش هتكلم عن السوبر ولكن لأن عندنا مباراة مهمة جداً جداً إن شاء الله يوم الأربع القادم ضمن مباريات الجولة التالتة بيت الكبير النهاردة بيقدم تهنئة من صديق عزيز وزميل ملاعب لمستر مارسيل كولر وهو باسكال واحد من زملاء مستر كولر عضو اللجنة الفنية في الفيفا ولاعب منتخب سويسرا السابق وسفير متحف الفيفا لعب مع كولر في جراس هوبرز ومنتخب سويسرا سبعين مباراة ولعب مع جنبيرلي 168 مباراة هنروح نشوف تهنئة باسكال ونرجع نكمل مع حضرتكم هذه الحلقة موسيقى مرسل 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 يجب أن تنسي مع هذه المرسلات والجميع وشيئ وشيئ لديك مرسل 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 طبعا حاجة مميزة وإن شاء الله نفضل دايما طول الوقت في أفراح وانتصارات كراوية على المستوى المحلي والمستوى الإفريقي الحقيقة يعني مهم جدا إن أنا كنت أتكلم مع حضراتكم في مثل هذه الأمور لأنه في النهاية أنا عمري ما حامش وراء ترند سلبي أبدا ولا هبص لترند سلبي لأنه جمهور النادي الأهلي هو جمهور محترم جمهور عارف هو عايز إيه من ناديه بيوقف وراء ناديه على فكرة في ناس بتنتقد النادي الأهلي لكن هي من جواها أهلوية أهلوية لو حد من بره النادي الأهلي جاي واتكلم معاه أو قال للأهلي وحش ولا حاجة تلقون بيأكلوه هو ده جمهور الأهلي بالمناسبة إحنا بنا وبن بعض ده الفرقة وعايزين أو لما تيجي تسمع تلاقي حد من بره جاي يقولك يا عم أيوة صح إنت أقول لك ما عنديش حق ملكش دعوة إنت خليك في فرقتك يعني هذا هو الفارق ما بين دايما دايما أقول أنا الكلمة دي أن الجمهور الأهلي مختلف في كل حاجة في دي تحديدا أنا شخصيا بتعلم بتعلم من الجمهور إيه اللي بيحصل لأنه النبض الكويس اللي أنت بتعمله بيبان على الجمهور في الشارع وإنت ماشي تلاقي واحد يقولك يا كابتل والنبي يبقى أقول لنا على فأنا لقيت ناس كتيرة جدا بتتكلم على موضوع السوبر قلت لهم يا جماعة الكلام ده مش صح الكلام ده مش مظبوط الكلام ده مش حقيقي لأن كرة القدم ده المعنى الحقيقي لكرة القدم بالمناسبة إنه هو الأهلي يلعب الزمالك مباراة محترمة مباراة حلوة وجمهورين زي الفل حاجة كانت جميلة جدا جمهور الأهلي شفتوا عمل إيه والدنيا ماشي حلوة لطيفة بكل حاجة مش محتاجين حاجة تانية إحنا محتاجين إن إحنا نكسب مثل هذه المباراة وده اللي حصل الأهلي كسب آخر حاجة قبل ما أروح لفاصل عشان يعني نطلع بقى نستعرض أو نرجع نستعرض أخبارنا معي أتكلم مع حضراتكم عن مباراة الدوري المشتعل الدوري على صفيح ساخن نهاردة نتائج مباراة الدوري العام المصري اتحاد سكندري زي ما قلت لحضراتكم بيهزم طلاقة على الجيش تلاتة واحد في ستاة اسكندريا بالمناسبة اللي اتحاد كان مغلوب واحد صفر وكسب تلاتة واحد مقاولول العرب وفارقه تعادل سلبي ما بين الفريقين اتحاد سكندري تسع نقاط من تلات مباراة فمتصدر الدوري مؤقتا أنا شخصيا نفس أشوف جمهور الاتحاد سكندريا نفس أشوف جمهور سيد البلد في اسكندريا ونفس أشوف جمهور الإسماعيلي في إسماعيلية ونفس أشوف جمهور المحلة في المحلة ونفس أشوف طبعا يعني الجمهور الأهلي ده يعني مش هتكلم عنه لأنه دايما جمهور الأهلي بيبقى مختلف ولما نيجي نتكلم عن جمهور الأهلي صدقوني اللي لقف في الملعب وحواليه جمهور النادي الأهلي يقدر يشرح لحضراتكم الفارق ما بين جمهور النادي الأهلي واي حد تاني بتبقى مش قادر تجري ومش قادر تتحرك ومش قادر تقف في الملعب في الديئة مثلا تسعين تلاقي الجمهور بيبعث لك طاقة إيجابية وانت في الملعب معلش أنا آسف ان أنا بدخل كده لكن هو ده سر جمهور الأهلي سر الديئة تسعين اللعبة طبعا وكل حاجة والمدير الفني والكلام الحلو اللطيف ده ولكن في نفس الوقت والله العظيم تلاتة أنا بتكلم بجد الطاقة الإيجابية اللي بتجيلك من المدرجات استاذ القاهرة مئة ألف متفرج بندهو أهلي أهلي ده انت تشير لو انت بتجري برجل واحدة هتشير الرجل التالي تحطها على كتفك وتجري أسرع من جنبك فده سر الديئة تسعين بالمناسبة يعني علشان في ناس كتيرة جدا كانت بتتكلم في هذه الأمور ليه دايما الديئة لأهلي بيكسب في الديئة تسعين بيكسب لأنه اللعيبة حسب جمهورها والجمهور حاسس بلعبته فبيبقى في الديئة 85 لما تبقى متعادل أو لقدر الله مغلوب يعني يتلقون يجزوا أكتر ويخبطوا في الأرض أكتر عشان يوصل للعيبة عشان يوصل للعيبة ان احنا واقفين معاكم متقلقوش لغاية آخر ثانية فاللعيبة بقى لما تسمع ده شو بتعمل ايه؟ بتلاقي طاقة بتجيلك من عند ربنا زي ما قلت لكم لعيب بيبقى ممكن بطاقة ثلاث لعيبة يعني الكلام ده أنا بقوله لحضراتكو وأنا جربته وعن تجربة وعن إحساس في الملعب دقائق الأخيرة تحديدا بيبقى لها وضع خاص مع جمهور النادي الأهلي بكرة إن شاء الله مباريات هتكون في مباراتين في الدولة العام المصري الأولى الساعة 5 على ستاد المكس حرص الحدود حيستضيف سموحة ومواجهة قوية ما بين الكابتن طارق العشري ومساعده سابقا الكابتن أحمد أيوب مدير فني لحرص الحدود المبارات الثانية هتكون على ستاد القاهرة الساعة 7 البنك الأهلي بقيادة الكابتن خالد جلال هيواجه سراميكا كيلوبترا بقيادة الكابتن أحمد سامي دي هتكون مباريات منتعة نقعد نتفرج عليها الحقيقة اللي بيقعد يتفرج على المبارات الدولة بيستمتع ودلوقتي المباريات مختلفة ولها شكل مختلف ولها سرعة مختلفة والأمور كويسة جدا جدا حتى أسبوعها التالت باستثناء بعض الأمور التحكمية اللي اتكلمنا فيها فيما يخص الأسبوع التاني عموما دي كانت أهم حاجة بنتكلم فيها وأهم الموضوع اللي بنتكلم فيها مع حضراتكم خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نستعرض أخبارنا أخبار البيت الكبير أخبار البيت الكبير أخبار البيت الكبير وضع بالمشاكل الفاصل وضع للإشتابات نازم المضاق مظن وضع يragق وضع اشتركوا في القناة 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 بالنسبة للاجتماع الاول يبدأ الاجتماع الاول يوم الاثنين الموافق 28-11-2022 في التاسعة صباحا بالتوقيع بالكشوف وحتى السابعة مساءا ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وفي حالة اجتمال النصاب القانوني يتم مناقشة جدول الأعمال وفي حالة عدم اجتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية الى الاجتماع الآخر الاجتماع الآخر يبدأ الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 29-11 في تمام التاسعة صباحا بالتوقيع بالكشوف حتى السابعة مساءا ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 10% فقط او بحضور 5000 عدو ايهما اقل من عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور الجمعية العمومية على ان يتم الاجتماع لمناقشة جدول الاعمال في حالة اجتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءا بالصالة المغطاب النادي يطبق في شأن صحة قرارات الجمعية العمومية ما ورد بنص المادة 40 من لقاحة النظام الاساسي للنادي الاهلي يجب على العضو الحضور اجتماع الجمعية العمومية احضار اثبات شخصية رسمي بالاضافة الى بطاقة عضوية النادي لعام 2021-2022 على الاقل للتوقيع بالكشوف اخر موعد للسادة الاعضاء المسددين لاشتراك السنوي والادراك بكشوف الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للعقاد ب15 يوم الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الاقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية لا يجوز للعضو ان ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية يتعين على الاعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية ويلتزم المخالف بسداد خمسين في المية مبلغ يعاد الاشتراك السنوي للعضو المخالف تبقى للمادة 32 من اللائح كافة الاجراءات والتفاصيل معلنة بالنادي كان مهم جدا لنا اقول لحضراتكم عن كل ما يحدث في هذا الموضوع الاهلي يعلن طرح عدد من المزايدات بفرعية مدينة نصر والشيخ زايد النادي الاهلي بيعلن عدد من المزايدات بمقر مدينة نصر والشيخ زايد خلال الفترة القادمة الاهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الدخلية في الدوري استأنفه الفريق الاول لكرة القدم تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية وديانج يواصل تنفيذ البرنامج التأهيل زي ما حضراتكم شايفين تمرين فقط تركيز تركيز فقط الاحتفالات انتهت الاحتفالات انتهت بالنسبة لنا وبالنسبة لللاعبين وبالنسبة للجمهور ودائما هذا هو الفريق ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور اخر ديانج بيواصل برنامجه التأهيلي والدكتور احمد ابو عبلى بيقول محمد عبد المنعم اجرى جراحة الناجحة في الانف قال الدكتور احمد ابو عبلى ان كابتن محمد عبد المنعم مدافع الفريق اجرى جراحة اصلاح اوجاج وكسر في الانف تحت اشراف احد الاساتذة المتخصصين في جراحة الوجه والفكين زي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله حمد عبد المنعم من النجوم الكبار ان شاء الله ربنا يرجعه لنا بألف سلامة فيتوريا يستفسر عن الموقف الطبي لفتوح قبل اعلان قائمة المنتخب لودية بلجيكا ومنتخب الناشئين يخود ميرانو الاول في الجزائر كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاول ومنتخب الناشئين اتحاد كرة القدم يكرم منتخب الشاطئية بعد انجاز الصعود لكأس العالم اما رجال النادي الاهلي لكرة اليد بيفوز على البنك الاهلي في الدوري العام المصري اخر حاجة اعلن الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي عن تجديد عقد شادي مجدي لعب الفريق اول لتنس الطولة ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة قال لكابتن خالد ان شادي وقع على عقود التجديد لمدة اربع مواسم دون ان يكون له اي طلبات مشيدا بعطائه مع رجال تنس الطولة خلال الفترة الماضية وشدد على انه يأتي في اطار الحفاظ تجديد عقد شادي يأتي في اطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب من جانبه اعرب شادي مجدي لاعب النادي الاهلي لتنس الطولة عن سعادته بالاستمرار داخل صفوف النادي الاهلي ودي كانت اخبارنا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل احد نجوم النادي الاهلي النجم الكبير الكابتن عبدالله فاروق هيكون في ديو فتنة في الجزء الاول من هذه الحلقة فاصل وبعد الفاصل كابتن عبدالله فاروق موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 هم اللي بتحكموا في أداء الملعب كله. فأنا بالنسبة لي الثلاثة دول من أحسن ثلاثة موجودة. لو حبينا نقول الفروق ما بينهم. نقول إيه؟ يعني ما فيش فروق كبيرة ما بينهم. يعني ما عندك شو مين بيدافع أكتر؟ مين بيهاجم أكتر؟ تقدر تقول لي في هذا الأمر؟ أنا بدي حمدي فاتحية بيدافع أكتر منهم شوي. يعني وجود حمدي فاتحية في النص الملعب. الحتة الدفعية اللي هو الحتة اللي قدام الاثنين مساكين بيبقى حمدي فاتحية أكتر منه. السلية بيهاجم بشكل كويس لأنه هو رجليه كويسة جداً عجون. بيشوت كويس بيعرف يوصل اللعيبة. فالسلية قايم بدورين اللي هو أنت بلايميكر بتاعف توصل اللعيبة. وفي نفس الوقت برضو الحتة الدفعية عنده كويسة جداً. مش وحشة يعني. مش سيئة. بس حمدي في الحتة الدفعية من هم هم التلاتة هم حمدي أكتر شوي. هم التلاتة الحقيقة أنا بشوف أن هم بيكملوا بعض بشكل كويس جداً. سواء ده أو ديانج أو يعني. ناس كتيرة جداً زعلت إن ديانج مش موجود حتى أنا طلقته قلت يا جماعة. التلاتة شبه بعض. بزبط. يعني في حاجات كتيرة جداً. والتلاتة أفضل من بعض يعني. يعني حمدي وحمدي والسلية مقاديين متش هاير. ديانج لما يرجع ديانج والسلية هيتلاقيهم برضو نفس الرتم ونفس الأداة ونفس الشكل. لو أنت مدير فني وديانج رجع بعد الأداء والتقلق اللي عملوا حمدي والسلية. تفكر إزاي؟ ديانج لسا قدامه شوية. تماماً. بس هو رجل حاطة ماشي بخطة لعبه معينة. مش هين في عغارة. أنا لو موجودة أفضلها على لعبة الثلاثة. لأن الثلاثة ميقدم شكل كويس جداً. بس هو رجل خلاص. هو عايز يلعب بثنين ديفندوري. صحيح. فهو ده بقى في خلال التمرين بتاع هو بيكرر مين هي بقى موجود فيه و هم التلاتة. على حسب التمرين طول الأسبوع. تفكرش الماتش اللي فات؟ تفكرش الماتش اللي فات؟ يعني أنت لعب ماتش سوبر وعمل مقدي وعمل مباراة جامدة جداً. بزابت هما هاي يلعانين هم التلاتة هايلين يعني. هما ها يلعانين بشكل كويس. الماتش الجاي أكيد لازم حمدي وصولها يبقى موجودين حتى لو ديانج رجع. حتى إيه كميرung؟ بعد كده في أسبوعين أجازة بالضبط يا أسبوعين لله أعلم حد ما سمه يتوقف حد لقدر الله يتصاب بتاع يبقى الشكل موجود لكن طول ما أنت مقدّي بشكل كويس أنا بالنسبة لي مغيرش يعني أنا خلاص عندي اتنين مقدّيم شكل كويس وبينفذوا التعليمات اللي أنا طلبتها منهم أنا بالنسبة لي مغيرش حتى لو المدير الفني الفني الفترة السابقة كان يثبت أكتر ديانج وبيغير ما بين حمدي وعمر والسلية بالضغط هو بالنسبة له ديانج مهم في نص الملعب صحيح ديانج ما شاء الله بيقدي أداء أعلى مستوى أنا جدا أنا هنا بتفرغ على ديانج أنا مبسوط جدا بديانج بأداءه ناحية الدفاعية وناحية الهجومية عنده ما شاء الله البدني بتاعه عالي ما شاء الله جسمه كويس قوي بيعرف يدافع لأ يعني ديانج حاجة جميلة حاجة مشرفة عندنا مباراة مهمة بعد يومين دخلية مباراة صعبة دايما كابتر ريضوش حتى بيكون عنده تاكتيك معين أو تاكتيك معين في مثل هذه المباراة الكبيرة ودايما بيجيد في مثل هذه المباراة الحية كم يعمل كده مع الجونة هو دلاتي اللي مسك الدخلية شايف المباراة دي ازاي في ضل أداء دفاعي كبير للدخلية وخسرتها أو تعادلها يعني في مباراة وخسرتها في التانية بصة جابتني أنا على طول بقول أي حد بيلعبه قدام النادي الأهلي بيبقى مختلفة تماما المطش مختلف تماما عن باقية الفئر النادي الأهلي عايز يزهر قدام النادي الأهلي بشكل كويس عايز يسوأ نفسه بشكل كويس سواء العيبة أو مدرب أو أي أن كان بيبقى عايز يسوأ نفسه قدام النادي الأهلي فأي مباراة للنادي الأهلي هتبقى صعبة هتلاقي على طول الفرقة اللي بتاعبها ناحية الدفاعية عندهم قوية جدا هتلاقي بيدافع بشكل كبير هتلاقي بيدافع بكل اللعيبة أو بكل الفرقة في الملعب هتلاقي متكتلين قدام أول ما بتجيب جون بتلاقي الدنيا بدأت تفتح شوية. بالنسبة لنا المطش الجاي مهم جدا كمان خصوصا بعد مكسب اللي فات تعال السوبر. خلاص احنا كذلك قلت أفدنا كسة السوبر ونبدأ نركز في الدوري. دلوقتي الاتحاد النهاردة كسب. وعنده تسعة نقطة. صحيح. فالطبيعي أننا لازم أكسب من أول دقيقة أنزل حسس اللعابة الداخلية أننا نازل أكسب. لازم أكسب عشان خاطر أفضل حافظ على مكاني في الدوري الممتاز. طيب لعبت في فرق كتير من الشرطة المقصة بعض الأهل يعني شايف المنافسة إزاي السنة دي؟ يعني فيه فيه كذا فرقة مدعمة بشكل كويس مع الدين بشكل كويس. يعني مش هتبقى صعبة بس يعني فيه فيه بعض الفرقة هتدايقك في المطشط. فبعض الفرقة هتدايقك في المنافسة هل من الممكن أن نرى منافس ثالث مع أهلي وزمالك؟ الطبيعي بالأسماء اللي موجودة وباللعبة اللي موجودة في بيرامتزي يبقى موجود. ده الطبيعي. بس بشكل. إذا ملك بيرامتز هل من الممكن أن نلاقي حد رابع؟ بلالاتحاد النهاردة هو كسبانت عنده تسعة نوات تحتار ثلاثة مرشات نتحت. هل تفتكر التحاد ممكن يكمل بهذا المستوى الرقع؟ والله لو المدير الفني اللي موجود عارف سيطر. أتفركت عمطش النهاردة؟ لا كان عن التمرين. مطش الاتحاد النهاردة المدير الفني عمل مطش رائع مدير الفني انت تفهم الكلام ده كويس انه المدير الفني مغلوب واحد سفر عمل بعض التغييرات جوه الملعب الاول وبعدين بعض التغييرات اخرى في الشوت الثاني خلى المباراة تغير تماما مدير الفني لما بيواف برا هادي كوتش كويس بيقرى الملعب كويس يقدر غير النتيجة في اي وقت يبقى خسران واحد سفر يكسب ثلاثة لا ده مدير الفني محترم تعرف المدير الفني للاتحاد ناس كتيرة كانت متوقع انه لن ينجح مع نادي الاتحاد لا الراجل عنده خبرات كبيرة جابتل وعنده سيفي عالي فمدرب كويس مدرب شاطر ولو قدر يسيطر على الفرقة بتاعته وقدر بنفس الاداء ده 3 ا 4 مطشات كمان لا الاتحاد ممكن ينفس معك مع اهلي وزمالك ومع بيرامتز دايما المباريات اللي بيبقى فيها تقفيل مساحية من المفترض نادي الاهلي قابل الموضوع ده ازاي لانه كل المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي بتبقى زي ما احنا بنقول كده تقفيل مساحيات وغلق المساحيات الكبيرة لانه اي نادي بيلعب نادي الاهلي بيلعبه في 30 او 40 يارد تمام احنا بقى النادي الاهلي مفروع الطبيعي انه هنعمل ايه احنا بنلعب بونجين لازم الونجين يبقوا مسكين الخطين عشان خاطر نعف نفتح المساحات بتاعت الدخلية او اي فرقة تلعب النادي الاهلي انت مقفلين خلاص على الجوم بتاعهم او مقفلين فحنا خلاص نعمل ستريتش للملعب عشان نفتح الملعب شوية عشان نقدر نطلحهم من الحتة المهمة متكتلين فيها في النصف اللي عند الجوم بتاعهم المفروض احنا بنعمل ستريتش عشان خاطر نطلحهم من المكان ده صحيح نبدأ نشتغل على الكورسات نبدأ نشتغل شوتنج من بعيد نبدأ نشتغل من الاطراف كتير هما اقدروا يعني هيحاولوا يطلعوا شوية فانت تقدر بنا كلمات بجون ان شاء الله او اثنين وثلاثة زي ما انت عايز من الفرق اللي في الدوري شايفهم بيؤدوا بشكل جاية في اول اسبوعين احنا لسه يعني النهاردة بداية الاسبوع التالت لكن في اول اسبوعين وربع يعني زي ما قلنا الاتحاد مؤدي بشكل كويس المنقدر نقول السيراميكا مؤديها بشكل كويس عاملة اداء كويس جدا محلة خلي بالك عنده السابع محلة بصراحة انا اتفرجت على مطش الاسماعيلي والمحلة المحلة مؤدي اداء وبتلعب كرة في الملعب مش طبعية يعني جايبها جنين وتلاجأ لها ثلاثة مؤديها بشكل كويس جدا ففي بعض الفرقة لا يعني متقدمة وبتلعب كرة وعندها والمحلة خلي بالك هتقرف الفرقة كلها على ملعبها تستغز المحلة اي فرقة هتروح المحلة هتتضايق على ملعبها مش تخط يعني ممكن بتعادل او خسارة يعني لو انت فرقة يعني فرقة جمدة جدا ممكن تكسب محلة واحد صفر بالعافية فهي في ملعبها هتضايق جدا هتضايق لكل الفرقة في ملعبها طيب هنكمل كلامنا مع كابتن عبدالله فاروق لكن خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلام اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين عبدالله مين اللي ممكن السنة دي يعني تبقى عنده مشكلة في الدوري وينزل يعني او يعني يتنافس او يعني تبقى الدنيا بنسباله صعبة ما بينين من اول ما يعني الحرس ما كسبوش ولا ماتش بالزبط يعني انت الثلاثة اللي تلعب لحد اللي لا كسبوش ولا ماتش ولا تعادله ولا ماتش غالبا يعني غالبا حتى الاداء بتاعهم مش برضو مش بالمستوى المطلوب يعني اسوان 3 ماتشات خسارة الحرس حدود 3 ماتشات خسارة المتفاجئ به بقاله عمال يخسر برضو تعادل اول مبارا مع بيرميدز ثم خسارة تانية وخسارة ثالثة خسارة مطشين. الإسماعيلي برضو نفس النظام بالمشاكل اللي عنده. بالنسبة على الخامس. بس ما اعتقدش ان الإسماعيلي أو إنبي ممكن ينزل يعني. لكن الأقرب للنزول. وهو لسه بدري قاوة على الكلام ده طبعا. بس الشكل اللي يعين. لكن بقول انه قد يعاني من صعوبات كبيرة. بالضبط. هو اللي بيعاني دلوقتي عندنا حرص حدود بيعاني. مكسبش ولا ماتش حتى. مش عارف ياخد الدفع بالتعادل. أسوان نفس النظام. الدخلية نفس النظام. محتاجين حتى مكسب ماتش أو تعادل ماتش عشان. حرص الحدود الحقيقة بلاعب فرقه في آخر. دخل فيه جنب في ديئة 92 أو 90. ده تاني ماتش على ذلك. بالضبط. وأسوان برضو. أسوان نفس الكلام. ماتش الاتحاد في ديئة 92. والماتش اللي فات برضو في ديئة 93. وماتش الأهلي خصوص. يعني مش موفقين حتى اللعيبة. لازم تبقى فيه تعادل ماتش أو مكسب ماتش عشان تاخد السكة ترجع تاني للعيبة. في نفسها عشان تقدر تكمل بقية الدورة. لكن بالشكل ده لعبة محبطة. أنا جربت الإحساس دوت مع الشرطة أول سنة اللينا في الشرطة دولي ممتاز. أول خمس ماتشات خسارة. كابتو طلعت يوسف. خبرة كبيرة جدا. بالضبط أول خمس ماتشات خسارة. فأنت بتتكلم جميع الفرق أو جميع الناس بتتكلم إن الشرطة أول فرقة نزلة. كابتو طلعت قدر يمسك زمام الأمور شوية. قدرنا نمسك نفسنا كلعيبة. أول ماتش. السادس ماتش كان عندنا الحرس في اسكندرية كان الحرس لسا واخد سوبر واخد مش عارف إيه. كسبنا الحرس في اسكندرية خلاص بقى بدأت مشيت. الملومة ده فنشنا الرابعة. يعني بعدما الناس كلها بتتكلم إن الشرطة نزلت. لأ المسلم رحمة فنشنا الرابعة. قدرت بقى مشيت. مدير الفن بيبقى ليه دور برضو. طبعا. طبعا. ليه دور كبير. حتى في العامل النفسي مع اللعبة. اللعبة خلاص. انت تكلم في خسارة ثلاث ماتشاط. اللعبة محبطة شوية. بتخسر في الداية 92. فالحطة العامل النفسي في الوقت ده أهم كتير من العامل الفني. أهم كتير. كيف يتم التعامل نفسيا مع اللعبين؟ بالضبط لازم تتعامل نفسيا مع اللعبين. انت هيئهم إن انت لعب كويس. انت إحنا فرقة كويسة لنا اسم وتاريخ زي أسوان. كليك اسمه تاريخ كبير. كويك في نوع نديجة مهيرة. محافظة كاملة. حتى في ملعبك. في ملعبك انت خلاص لازم تتعامل نفسيا كويس. عشان خاطر تقدر تأدي بالشكل المطلوب. مع أول مكسب لأسوان هتلاقي الدنيا بدأت تمشي شوية. على فكرة أسوان فريق جايد. وحرص الحدود برضو فريق جايد. لعيئة يعني. هما فرقة كويسة ولعبة تقدر تنافس. حتى تبقى موجودة في نص الجدر. وانتصف الجدول. مش اللي هي تبقى تحت خالص. بس اللي استكهر. بس هل ما ينفعش نقول لسه بدري. ولسه بدري فعلا. لسه بدري فعلا. لسه بدري. بس كبتل ما لازم العامل نفسي من دلوقتي. يعني خسرون ثلاث مطشط الديات 92. يعني بعمل عليها تقوله مطشو في الآخر. بخسر. بخسر. بالضبط. مع العامل النفسي بقى في الوقت هذا. اسماعيلي نادي كبير يعني أسوك. اسماعيلي نادي كبير. بس هل اسماعيلي مشكلة إن المشاكل اللي بتحصل. بدري قوي عليها. مدير كورا يمشي. ايه يطلع يتكلم. مش عارف عشان في ايه. ورئيس النادي بيتكلم. فدي برضو مشاكل بتأثر على اللعيبة في الملعب. بتأثر. مدير كورا في وقف يعني. فأول مع خسارة أول مطش يمشي. مدير كورا. من وجهة نظرك الإسماعيلي ممكن نشوفه ازاي السنة دي. هو مفروض فيه لعبه كويسه أو مع مدير الفن. جيدا. وعمل صفقات لعيبه كويسه جدا. فالطبيعي إن هو يبقى من الأربعة الأولى، اللي بنفسهم ع الداري. باللعاب موجوده. مدير الفني اللي موجود. مدير نفس有一igan ثاني مدير الفني كويس. اللاعيبة كويسة. فالطبيعي مكان الإسماعيلي الطبيعي مع أهل زمالك برامتز إسماعيلي اللا أربعة بنفسه ع الدوري. لكن بالمنظر المشاكل اللي حصلت فيه. والمطش ده صعبة بالنسبة لنا. كل ده بيتنقل للعيبة أو بيأثر على اللعبة في الملعب. عملوا مبارجة يده أمام الأهلي وبعد كده أمام المحلة الحقيقة كانت الأمور صعبة جدا. بالضبط صعبة جدا. أنا أقول لحضر لك أنه فارغت على المطش. 2-0 للمحلة و3 جوان ما يتلقوا أو جونين ملغيين. فارغت على المطش المنتخب الأولمبي بارحة ولا لأ؟ لأ. منتخب الأولمبي الحقيقة فاز 1-0. يعني بشوف أنه هو المباراة كان ممكن يبقى أحسن من كده بكتير. مش عايز أقول له هو وحش لأنه مجموعة اللعبين اللي موجودين فيه مجموعة اللعبين كويسين. وعلى فكرة المدرب روجيرو مايكالي واحد من المديرين الفنيين اللي أنا يعني مقاردة السيفي بتاعه مدير فني جيد جدا. ويعني وكابتن محمد بركات عامل يعني شغل كبير جدا كمشرف على المنتخب. ولكن في النهاية كنا شايفين إن إحنا بلعب إسواتيني كنا ممكن نكسب أربعة خمسة. يعني النتيجة بس حتى بدون اللي إنت عشان ما شوفتش المباراة. ما أنا ما شوفتش المباراة بس اللي أنا أتقلل إنه هو عملين اللعيبة اللعيبة كويسة اللعيبة أسماء كبيرة وبتلعف أن ديها كبيرة وعمل له أداء كويس. بس فين بتهديف هناك هناك تعديلنا صفر صفر وهنا جايبين جن بالعافية. المفروض إن إنت الطبيعي إن إنت بتبعت ميسج لبقية الفرقة إن إنت كسبان أربعة خمسة فأنت منتخب قوي. منتخب على ملعبك حتى قوي جداً ما حدش يجي على ملعبك يقدر يتعدل معك حتى. فده لازم تتنقل لللعيبة إن إنت إحنا لعبة كبيرة وكلهم أعتقد إنهم دوري ممتاز في لعبة كبيرة. لازمه ما بيلعبش برضو يا عبدالل هل تبدأ بيفرق؟ طبعاً الحسية المبارات بتفرق يا كابتا حضرك أعرف كتير جداً وأنا أكتر مني في الموضوع ده طول ما أنت في رجلك في الملعب لأ تفرق كتير معاك. بتبقى أحسن كتير من إن إنت قاعد إحتياطي وبتلعب مطش كل فين وفين. بتبقى صعب. بتفرق معاك المنتخب الأول وإنت كونك عتلعب متخب بلجيكا تاني تصنيف العالمي. شايف المباردة إزاي يعني. في ناس تخاف من مثل هذه المباردة. فشنا ستقول لك لا ده إحنا نجرب واللي يحصل يحصل. بالضبط أنت يعني مفروض منتخب كبير. مصري هو منتخب كبير وقسم عظيم. أنا بالنسبة لي المطشات دي بتبقى جميلة جداً. انت بتقيس نفسك على منتخب أوروبي. منتخب أوروبي قوي. عندهم لعبة أكوية. عندهم لعبة أسماء كبيرة. فانت مفروض انت بنقيس نفسنا أو بنقيس المنتخب بتاعنا على مستويات أوروبا. ليس مستويات أفريقيا دولة. صحيح. فانت مفروض المباراة دي تبقى مباراة قوية. ونقدر نبس الأقصى جهد فيها. نقدر نعمل حقا كويسة. نقدر نقيس المنتخب بتاعنا على منتخبات عالمية. شايف المنتخب بتاعنا زي منتخب الأول؟ والله يا كابتن يعني بالنسبة للمطشين اللي لعبناهم. مقدم بشكل كويس أو الشكل اللعبة كويس. ومقدم بشكل كويس. والراجل عنده برضو فكر محترم جدا وبيلعب بشكل كويس. فنتمنى أن هو يقدر يكمل على كده. وبيبقى الشكل بتاعنا كويس يا رب. خصوصا لو اسم كبير الحقيقة فعلا من المنتخبات فيتوريا. طريقة لعب منتخبنا الوطني بتتناسب أو طريقة اللعب لو عايز يفردها تتناسب مع المنتخب؟ طبيعا أننا لعبة دولية كلها. فاللعب الدولي بيقدر ينفذ أي حاجة مدير الفني يريدها. ده طبيعي جدا يعني أنا لعب دولي فألعب أربعة اثنين ثلاثة واحد. أربعة ثلاثة ثلاثة. على حسب ما المدير الفني عايزني أو على حسب ما الشغل اللي باشتغله في التمرين. ده طبيعي جدا أنا لعب دولي. عمد صلاح بمشاء الله جناح بيلعب فرد بيلعب تحت الفرد بيلعب. ما أدب كل مكان بشكل كويس. ده لعب دولي العب محترف. فطبيعي جداً أي العيد دولي بيقدي المدير الفني عايزه عموماً يعني أنا تمنى طبعاً كل التوفيير لمنتخبنا الوطني الأول والمنتخب الأولمبي الحقيقة رغم يعني خلينا دايماً نبقى في ظهر المنتخبات الوطنية خلال الفترة اللي جاية وإن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله يوم الحد فيه ونقاس في يوم الأربع فيه المباراة نادي القالية أنا أشكرك جداً عبدالله على وجودك معنا النهاردة شرفت ونورت وسعادتي جداً بوجودك أنا مبسوط جداً واتشرفت إن أنا كنت موجود مع حضرك النهاردة وحضرتك توحيشني جداً فعني أنا مبسوط جداً جداً إن أنا كنت في بيتنا النهاردة حبيبي عبدالله ربنا خليك هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل الكابتن عادل طعيمة والكابتن مهر همام في ديافة البيت الكبير أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أراحب بيديو في هذه الفقرة نجمة كبير كابتن عادل طعيمة زي كابتن عادل ألف مبروك ألف مليون مبروك الله يبارك فيك كابتن كابتن مير ألف مبروك ألف ألف مبروك للناد الآلي وبطولة السوبر أين اللي فرحت كل المصريين مش الأحلوية بس لا مش كل المصريين والله كل المصريين يا كابتن إسلام مش قوي لا لا دي حقيقة كل المصريين يعني طبعاً طبعاً هلناد الآلي 70% مش هنقول 80% لا 80% إن شاء الله طب زي ما انت عايزك أكتاً كابتن عادل يعني طبعاً فرحنا بالسوبر وكل حاجة يمكن حضراتكم يعني أول من بعد السوبر لم نلتقي إلا لنهاردة وبالتالي عايز أسمع برضو بريف من وجهة نظر حضراتكم عن أو يعني شكل المباراة زي شفته من وجهة نظرك والله كابتن أولاً بسم الله الرحمن الرحيم بداية مع حضرتك قلنا إن الراجل ده بيطقي مهنته مظبوط والراجل ده صادق والراجل ده فكره عالي وبكل دقيقة بيحسبها لو مرسل كولر بيحسبها من الطيارة على الملعب صحيح بدي فيه نوع من العدل في تصرفاته نوع من الهدوء نوع من التواضع كل مبارياته بيدرها بهدوء وبيدي لكل لعيب حقه صح لحد لما اللعيب بيثبت إنه كف بيثبته النهاردة تسأل أي حد في الشارع النهاردة تشكيل تقريباً شبه ثابت بغير واحد أو اثنين نعم هناك حالة من الاقتناع من الشارع الأهلاوي بهذا الرجل فيه حاجات كابت اندقات بسيطة محنود متولي من سنتين يبقى أساسي وبالأداء ده طاهر محمد طاهر اللي هو ما عندهش المرونة يجيب الجول التاني بالشكل ده بيعمل رايح يمين وروح رايح شمال طاهر دايماً من النوع اللي هو فيه قوة وصلابة يبقى عنده المرونة والرشاقة دي وبيقديها بالشكل ده في المنطقة دي شايف اي وبعدين شوف بيقعبها فين برجل الشمال اي الكور السابتة كان فيه حد بيقعبها المجدي أفشا وعلي معلول نعم الكور السابتة دلوتي مين اللي بيقعبها طاهر طاهر الحاجات يا كابتنا بتادي يعملها الماتش اللي فات ده عمل حاجتين جامدين جداً حتش خد بالو منها فضل أولا فيه فاول على ناحة المين علي معلول عمل نوع هلعب وراح لعبها للسولية ياريت سامير جبهنة لعبت عمر السولية واقف مع الحيطة بيروح الجاري ملعباله راح لعبها بالعرض الكورة التانية فاول من ناحة الشمال برضو عمر السولية واقف في البداية وكل متوقع أنه أيامها تتشاط أيامها ترفع تروح ملعباله تروح الكورة محتوطاله يروح شهيتها بالشمال لو عمر السولية إن شاء الله راجع لمستوى بالشمال كانت تبقى في الجول الدقات دي الحاجات دي كلها حاجات الراجل سابيو الجول الأولان يا كابتن يدرس ويدرس يدرس الراجل أولان بيعمل عملية ضغط بتلت أنواع من الضغط كلها أمور حمد فتحي يا كابتن ماتش ده ما خلاش حتة في الملعب إلا ما جري فيه أركان الأطراف العمق السكسيار ده هنا والسكسيار ده هنا على الدايرة ما فيش حتة في الملعب سواء ملعبنا أو في ملعب نادي الزمالك إلا ما حمد فتحي ده سفيه الفريق كله من أول الشناوي لحد شريف ومجدي أفشة وكل التغييرات وطبعا كريم فؤاد من ضمن الحاجات اللي أنا شفتها في المؤتمر الصحفي الراجل قال بالنسبة لكريم أنا معجب بيه جدا وأنا للأسف للأسف أنا اللاعب ده لما أنا جيت ما حضرش معي فترة الأعداد وكان مع المنتخب فالراجل ده أنا مقتنع بيه جدا لأنه عنده السرعات عنده الجوانب الفنية أنا مقتنع بيه جدا الوحيد اللي أتكلم عنه أتكلم عن كريم فؤاد كل الأمور ده يا كابتن بتقول إيه أولاً هو بيدير المباراة لا بيعترض على حكم حتى لما بيعترض ما بيعترضش مجرد هو يعني بيستغرب الهدوء ده يعني عكس على اللعيبة الهدوء ده ما بيخليش فيه ضغط عصبي على اللعيبة وبعدين تغييراته مدروسة معروفة إزاي بيبدأ وبعدين دي حاجة من الحاجات اللي أي مدرب لازم يحس بيها أي إنه بيضغط في المقدمة وبعدين مرة تانية ما بيضغطش وبعدين مرة تانية يبرو عمل كسابة حسط الملعب الكلام ده وبعدين فيه حاجة تانية أخيرة عشان ندي فرصة لكابتن مار بدأ المبارات زي كتب كان بيلعب كرة طويلة الأول الشيناور رح وخططها وقعب الكرة طويلة وبعدين يخليهم يدي لهم إحساس إننا الكرة هتطلع من رجلي على طول في نص ملعب الزمالك بعد كده يبيعمل إيه يروح بدء من تحت أوكي يعني مرة كده ومرة كده فيحسسك أن أنت هتبدأ إزاي طب إنت هتضغط وإن مش هتضغط هتتلعب طويلة ولا هتبتدي من تحت فكر مدرب راقي بيدي كل لعب حقه عارف قيمة النادي الآلي طلع من المطار على التمرين في النادي وصل لساعة واحدة الساعة الثانية كان بيدرب بيعمل إيه استشفاء وبعدين الناس اللي ما لعبتش بيحترمها قوي 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 عايز يجهز كل اللعيبة تفعية مش عايز اللعيب يبقى لعيب 80% وانت 60% أو 40% لا أنا بدي كل اللعيبة حقها لأن أنا ما هحتاج لكل واحد صحيح فطبعا أنا بهني مجلس إدارة اللي قد دفع قوية جدا لللعيبة والجمهور المجلس بالكامل نعم بيروح علشان يحضر المباراة دي دي استسوي إيه إننا المجلس كله واقف ورا الفرقة في الظروف الصعبة اللي كنا فيه الحاجة الثانية كابتن في محمود الخطيب وهو في مرض أو يسيب المرض ويسيب لكل الدنيا وييجي علشان يحضر تدريب اللعيبة ويقف ويقف ويأذرهم وبعدين يرجع تاني لأن الدكتور محذره فطبعا بنشكره بنشكر مجلس الإدارة وبنشكر الجمهور العظيم العبقري اللي عمل كل حاجة وجمهورنا ده هو نمر واحد ونمر اثنين ونمر عشرة وقابل ده وده كابتن توفيق ربنا لأن ربنا دايما معنا وربنا دايما بيساندنا لأنه إحنا دايما عندنا مبادئ وعندنا قيم عمرنا ما نقلت في حد عمرنا ما نسيق الظن بحد عمرنا ما نسيق بحد ربنا دايما بيبقى مع الإنسان المخلص الراقي اللي عنده مبادئ اللي عنده أخلاق بنقول لكابتن كل سنة وانت بألف صحة وترجع لنا بألف سلامة كابتن مهر مكاسب كبيرة ومشاء الله وعديدة أسلام صراحة خلال الفترة اللي فاتت ديت أولا طبعا من المكاسب اللي ربنا وفقنا بيها اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لمستر كولر في الوقت المناسب كان يهمنا جدا أن احنا نختار هيد كوتش يكون على دراء كبيرة جدا عنده خبرات 61 سنة يشتغل في الدورة الألمانية يشتغل في محاضات كثيرة جدا مع منتخب النمسا فكان اختيار جيد جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي أنه يختار الهيد كوتش مستر كولر في الوقت المناسب طبعا بنقول لكابتن محمود الخطيب كل سنة طيب وعبال ميت سنة وحن دلع السلامة فعلا قراراتك أنت ومجلس إدارة النادي الأهلي المحترمين خلال الفترة الماضية ركب واحد استقدام مدرب على أعلى مستوى هذا الاختيار كان جيد جدا وموفق الاختيار الثاني أننا أدنا راحة لللعيبة المصابة وإجهاد اللي كان موجود على اللعيبة بصراحة حاجة أسلام كابتن عادل بتأكد لك أن المجلس إدارة ده عنده وعي كبير جدا وعنده ثقافة وعنده خبرات كلهم ما شاء الله يعني اشتغلوا في الإدارة ومسؤولية الإدارة في النادي الأهلي أكتر من سنوات كثيرة فالخبرات دي أفادت النادي الأهلي وأفادتنا إحنا وأفادت الجمهير خلال الفترة واللعبين خلال الفترة الماضية وطبعا كمان التوفيق ربنا أن الرجل جه كنا بنطالب أنا وكابتن عادي اللي يمكن أسلام معك في كذا حلقة نحن محتاجين جدا أن نحن اليوم الكامل محتاجين جدا أن نعلاج الأخطاء الدفاعية الأخطاء الهجومية التركيز في المباراة الحبية الرجل أفل على الفرقة معرفناش الرجل بيشتغل إزاي وضع إيه الرجل كان واضح أو أنه حريص بالمناسبة كابتن ماروحي بتتكلم المباريات الودية تم إزاعة مباراة الجيش أو بتروجيت مبارح إن شاء الله يوم الخميس الساعة خمسة مباراة مباراة تانية أسوان أسوان صح؟ أه والتالتة إن شاء الله يوم الجمعة الساعة خمسة برضو مباراة طلاع الجيش إن شاء الله على شاشة قناة النادي الأهلي وطبعا أنا بشكر كل الناس اللي بتقول أن احنا يعني بننقل صورة كويسة للمباراة الحقيقة ده شغلنا وده واجبنا أن احنا ندي لقناة النادي الأهلي أو ندي لجمهور النادي الأهلي من خلال قناة النادي الأهلي كل شيء جيد على قد ما نقدر كل حاجة في إدنا صدقوني بنحاول نعملها أو كل حق من حقوقنا نقدر بنعملها بنعملها وبتبقى عندنا بأفضل حاجة أو بنحاول نعملها لحضراتكم بأفضل حاجة فإن بارح اتزاعت بعد البيت الكبير اتزاعت المباراة الودية إن شاء الله يوم الخميس المباراة التانية ويوم الجمعة الخميس والجمعة تبقى الساعة خمسة إن شاء الله ولو في أي تغيير هنقول لحضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي فأنا بشكر كل الناس اللي بعثتلي إشادات بشكل الصورة والمصورين والإخراج وكل حاجة أنا بشكركم شكر كبير جدا كالعادة دائما جمهور النادي الأهلي في ظهر قناته والشغل احترافي اللي الرجل قدمهن خلال الفترة اللي فاتت واضح قوي أنه عالي جدا في المستوى التقارير اللي أخدها قبل كده من المدربين لقبل كده من ناحية المقاييس من الاختبارات الإصابات الوضع الفني لكل الفرق لكل اللعيبة عن طريق طبعا سعد عبد الحفيز وسامي أمصان اللي ساعدوه بشكل جبير جدا أسلام خبالك في أنه هو يقدر يأثر المدة في شغله طبعا بنحيي طبعا جهاز المعاون اللي موجود معاه خاصة مدرب الأحمال لأسلام لأن مدرب الأحمال عمل شغل كبير جدا واضح قوي حركة لعبة النادي الأهلي خلال المباراة الحبية خلال مبارتين للاتحاد المستيري خلال مباراة الإسماعيلي في الافتلاح الدور العام خلال مباراة أسوان تحس أن لعبة النادي الأهلي خفيفة في الملعب ده نتيجة من اللاقة البدنية اللي تتأخذت خلال هذه الفترة وصلت اللعبة أنها تقدر تلعب تسعين ديئة وطبعا أنت عارف أسلام بداية فترة الإعداد بيبقى إحنا تملي بيبقى الأنين الجانب البدني بيبقى مش كامل خمسين ستين في المية والشروط الثاني بتبقى مشاكل بالنسبانا بسبب اليقل لكن مع الراجل ده فعلا قدر أنه يعني يقضي على هذه الجزئية بشكل كبير جدا بدأنا نحس بقى بالصق إحنا كفنيين أنا وكبتنا عادل وإنت كمان إسلام بدأنا ننقل للناس وجميل نادي الأهلي اتطمنوا إحنا ربنا كرمنا الحمد لله بيمدر فني على أعلى مستوى اتطمنوا نادي الأهلي قادم المستوى الفني والبدني هل ينفع نقول أنه ما ينفعش نقيم المدير وده وجهة نظري الراجل حتى الآن واضح ملامح واضحة بشغل واضح حاجات أمور جيدة جدا ولكن هل من الممكن أن أنا أقيم مدير فني لنادي كبير وعريق وهو رجل مدير فني كبير لنادي الأهلي بعد خمس أو ست متشط هو دلوقتي علم التدريب الحديث بول كده إسلام كان الأول يقول لك فترة الإعداد وبعد فترة الإعداد ست أسابيع يبان شكل وطريقة اللعب وخطة اللعب والتشكيلة المناسبة لكل خطة لكن دلوقتي المدربين اللي زي كولر اللي هم حطين إيديهم على الجديدة إسلام بسرعة بيبان ملامح الفرقة يعني إحنا من مبرات مبرات الاتعاد المستيري المبرات الأولى شوفنا وتطمننا على أداء النادي الأهلي ويمكن الآطات اللي كان بتيجي زي زي دي كده إسلام بتأكد شوف الابتسامة شوف الفرحة شوف الصقة اللي موجود عليها لعبة النادي الأهلي نعم نتيجة الشغل اللي هم بيشوفوه من الجهاز ده يعني الجهاز ده فعلا جهاز على أعلى مستوى فبانت الطمأنينة بين الشغل بين الأداء فبقينا مش مش قلقنين لا الأهلي جاي الراجل ده فعلا قدر يحط إيده على حاجات كتيرة جدا وعاز أقول لك كمان من ضد الحاجات اللي حط إيده عليها إسلام الجانب الدفاعي النهاردة في مباراة الزمالك نعم مباراة السوبر شوفنا كابتن عادل الأرباع اللي وراء بيستخلصوا الكورة إسلام بحرافية واحترافية صحيح وأداء مميز من الرباع اللي وراء ووراهم طبعا الشناوي أي حاز أقول لك إسلام يمكن متولي زي ما كابتن عادل الزكر متولي الراجل فاجئنا بمستوى متولي بأداء متولي في التوازن في الانقضاد في التحرق في الباص في بداية الأجمة يعني محمد عبد المنعم وقصرته في منخيره وكانت قلقانة جدا قلقانين على محمد عبد المنعم أنه يقدر يكمل لمباراة كابتن عادل لكن أكد لك بقى الروح اللي بقى موجود عليها اللعيبة والحب والتفاني وروح الفنينة الحمراء والدوافع محمد عبد المنعم من ضمن المباراة الجميلة اللي قدها في مباراة السوبر في استخلاصه الكورة رقابته لجزيري بدون بالضبط بدون انفعال بدون خبط بدون فاولات ثم طبعا بعد الاستحواز إزاي بيبدأ الهجمة من تحت وإزاي بيزيد هو متولي كمان مع لعبة نص الملعب حمدي والسلية أيو فيه مكاسب كثيرة جدا جدا طبعا زي ما كابتن عادل قال بالنسبة طبعا كلنا كنا قلقين على الديانج إنه مش موجود صحيح هتقصى نص الملعب لكن طبعا ربنا عندنا قرمنا بحمد فاتحي عبدته مرة تانية والثقة اللي موجود عليها السلية يعني بيجي مباراة للمباراة ثم سافيو طبعا اللي موجود في نص الملعب ثم شادي بالنسبة لوجود في رأس الحرب والتحركات اللي بيديها بشكل جايد طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن أهم سعراجات الاهلي لمباراة الداخلية وبعدين بقى نرجع نتكلم عن مباراة الداخلية ومباراة الدولة العام خلال الفترة القادمة بعد هذا التقرير طيب كابتل عادل لسا حدك كنت بتقول إن سافيو ممكن أن يتم توظيفه أو كنت حدك معجب بطريقة سافيو فبتقول لي ممكن يتم توظيفه نحن تريمين نحن تشمال كراس حربة زي ما انتم عايزين زي ما المدارب عايز يعني في الماتش ده هو بيلعب صانع لعب الجول اللي هو جابه كان راس حربة صحية ضغط وبقى راس حربة وبعدين التفكير التفكير إن أنا معايا سرد باكين وإن أنا أخد في اتجاه وروح في اتجاه وبعدين بطرف عينة أبقى شايف الجول فين وراح حاططها وبعدين الشوت الثاني داعب على الطرف وشوفنا لما راح على الطرف فيه الباكرايد بتاع نادي الزمالك شوفنا قد إيه لما بيروح على الراية بيقدر يستخلص وما بيقدرش يتحرك معاه نعم ممكن على الطرف اليمين ممكن بيقوم بدور صانع اللعب الحاجة برضو اللي بضف على كل ريكبت إنه من ضمن الصدق بتاعه محبش يجيب أي صفقات كانت معروضة قال لك أنا أنا ليه بازنه نفسي أنا عايز الصفقة اللي أنا هجيبها في يناير أبقى باختارها بعناية صحيح أنا ليه أستعجل وبعدين الصفقات الموجودة أنا شادي أنا مقتنع بيه جدا صفي أنا مقتنع بيه جدا مصطفى أنا مقتنع بيه جدا فالثلاث صفقات أنا محتاجه أنا بعد ثلاث ماتشات في كاس العالم أنا عندي توقف ثم عندي في يناير ممكن جدا لو هناك عايزنا صفقات ممكن أنا أجيب راس حربة أو أولا الاحتياج اللي بتاعه الحاجة الثانية لما قال على كريم أنا الولد ده ما كانش معايا اللعب ده ما كانش معايا وأنا مقتنع بيه جدا كلام ده تبقى قوله لكابتن مهر كريم وأكرم كنا بنرشحهم كظهير أيمن ويبقى أحسن ظهير في مصر على أكرم توفيق قبل ما كان ما بيلعبش في المكان ده كريم كريم نفس القصة يا كابتن الولد ده أو اللاعب المحترم ده هو في وسط زميله عنده ثلاث رئات أو أربع رئات بيجر كتير جدا كرته عالية جدا سريع جدا فطبعا كل المزاد دي بتبقى بتبقى موجودة من ضمن صدق هذا الرجل أنه مش هيخلي النادل يدفع أي دولار إلا في المكان الصحيح تمام فدي مهمة جدا وده برضو بيخلينا زي ما أنت بتسأل للكابتن ماهر هو يعني الراجل ده من تفكيره وهو بيشتغل بيبقى حاطط في ذهنه أن أنا كل لعيب عندي 30 لعيب كل لعب من اللعيب اللي موجودين عندي في الفريق أنا بديلهم بديلوا الرؤية بتاعتي وبعدين هحكم عليك من خلال أدائك أنت بتأدي الوجب الدفاعي والهجومي على الكفاءة اللي أنا محتاجة ولا لا يدي لك ماتش واثنين وثلاثة وبعدين لا أنت كف أنا مش أشيلك خلاص أنت بيت عنصر ثابت أنا لا يمكن هغيرك لكن في نفس الوقت هيبقى فيه نوع من التدوير كل اللعيب اللي موجودة حاسين أنه كل واحد هلعب وده إحساس يطمن جدا أن الراجل أنت أساس التدريب يا كابتن أيو الراجل من ضمن المساعدين بتوعه ودي برضو حاجة للأسف أحيانا بيبقى ناس مش فهمة الحياتة دي كويس المدير الفني والراجل بتاع الأحمال والمخاطط الأحمال كل دول بيشتغلوا تحت رأية المدير الفني صحيح يعني المدير الفني الأحمال والحاجات دي ممكن جدا نيجي بتاع الأحمال أنت عايزك تشتغلي واحد اثنين تراتة اربعة لأنه هو القائد هو الماستر نعم فأنت عايزك تديني النهار ده بدني في واحد اثنين تراتة اربعة أنت زود لي الحمد فتحي في الحتة الفلانية أنت زود لي محمود متولي في كذا طاهر محمد طاهر محتاج مرونة ورشاقة أكتر من القوة ومن السرعة لأن دول موجودين عنده فالمدير الفني بيبقى هو هو الهد هو اللي بيشغل كل الجهاز اللي معاه فيه ناس أحيانا بتفهمه أن الراجل من خطط الأحمال بيشتغل من دماغه لا ده ممكن جدا أن يكون راجب تالأحمال ده حضت شغل يجي يلغيه يقول له لا النهاردة أنا حاس أن اللعيبة فيه جهد زيادة أنت لغيه للكلام ده النهاردة وطبعا بالتنسيق معاه مع الشغل معاه أكتر من خمس ست سنين ويبقى خلاص عمالة التفاهم بتبقى موجودة طيب كابتن مع المباراة الداخلية كيف ينظر النادي الأهلي لهذه المباراة مباراة الداخلية زي ما أقول لك أسلام إحنا بنحترم كل الفرق ودي ميزة النادي الأهلي رقم واحد لازم أحترم فرق الداخلية فرق الداخلية من الفرق اللي لسه صعبة للدورة الممتاز معها ابن من ابنائنا رضا شحاتا بيقدوا لكن واضح أن خبرة لعبة الداخلية لن ترتاكل للدورة الممتاز مرضك مطعموش لسه لغاية دلوقتي مطعموش لعبة بشكل كبير وده بردك بيأثر بشكل كبير جدا على الأداء لكن عمتا في مباراة الأهلي أسلام مهما كان المستوى يعني الداخلية لو مستوها مثلا خلال الفترة اللي فاتت قليل لكن قدام النادي الأهلي حيبها بمستوها مية في المية بمعنى أن اللعبة هتركز مباراة مزاعة السيدة التحليقية كلها موجودة اللعبة عايزة تعرض بضعيتها رضا عايز يلعب بخطة متوازنة ما يفتحش خطوطه لأنه عارف النادي الأهلي جاي عارف أن النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت دي بيلعب من قدام بيضغط من قدام ودي مشكلة الفرع هتبقى النادي الأهلي مش هيجيب هدف وينام عليه النادي الأهلي عايز يجيب هدف راجل ده من مميزات وعايز يجيب هدف واثنين وثلاثة وعايز يبقى فيه استمتاع بالنسبة لأداء بشكل جيد فرضا شحاتة طبعا عمل حسابه مليون في المئة أسلام إنه هو صعب جدا أنه يغامر على النادي الأهلي إنه يقدر يفتح خطوطه حيلعب في توازن 30 يرضى في نصف ملعبه لما كرة بتقاش موجودة معاه هو بدافع هيحاول يقفل على مفتاح النادي الأهلي الحاجة التانية لما يستحوز عايز ينطلق للأمام بيعتمد على جملة تكتيكية إذا كان فاول كرة سابتة أو جملة محفظ اللعيب عليها مش أكتر من كده الدوافع طبعا بتاعت الداخلية هتلاقي اللعيبة بتكافع بشكل كبير جدا قدام النادي الأهلي لكن العكس بقى النادي الأهلي هتلاقي خلاص إحنا قفلنا الملف الصوبر خلاص زي ما كانت نعادل قال الرجل بعد المباراة جه من المطار على الملعب اللعيبة اللي هي لعبة المباراة عملت استشفى اللعيبة التانية اتمرنت عايز أقولك تاني يوم كمان بيبقى فيه مباراة حبية ودي من ضمن الحاجات الجميلة جدا أسليهم إن العيبة اللي ما تلعبش بيبقى فيه مباراة حبية أو ودية بيبقى جهاز موجود وأخبالك وثلاث حكام ولحتى فيه بعض من الجمهور مكمل أعضاء يتفرجوا بتتاخد برضا بجدية المباراة الرسمية فيها مكافآت فيها خصومات فيها ليحة دي برضاك من ضمن الحاجات اللي رجل حطيتها في الحزبان في البرنامج اللي هو وضعه أيوك إحنا بالنسبة الداخلية زي ما قلت لك أسلام مهم جدا إن إحنا نكسب تلت نقاط لما حنتكلم على الفنيات الحمد لله الرجل حتى في التدوير بالنسبة له بيبقى يمكن قليل قوي يمكن لاعب أو اتنين لعيبة ممكن اللي ممكن يخشه على الفرقة هو رجل أحكم عليها في بعض اللي هادة زي شريف لسه مشوفناهوش أبشي برضاك ما أخدش الوقت المناسب بالنسبة له لسه في ياسر وأيمن في بعض اللي عيبة محمد هاني في بعض اللي عيبة ممكن يفاجئ بها في امبراطي الداخلية رجل بيضيفها عشان كمان يقدر يعتمد عليها خلال الفترة اللي جاية إحنا عندنا حوالي خمس بطولات شوار لست طويل طويل فالتلات نقاط مؤمن جدا عشان يأكد لنا ثقة الدوري وأكد لنا ثقة إن إحنا فعلا البطولة المفضلة بنسبانا ثلاث نقاط هيحطونا برضا في مركز أول مع الاتحاد طبعا لأن أنا بحقيه من خلال برنامجنا طبعا شايف إن الاتحاد بيقدي بشكل جيد في الفترة اللي فاتت فبرضا يهم النادي الأهل إنه يكسب المقرأة إسلام وأنا كمان من ضمن الحاجات المطميناني إن الرجل فيه كسافة عددية ما قبتش موجودة في الفترة اللي فاتت بشكل كبير كانت لو تلاحظ كده كل الاهداف اللي جمناها إسلامت اللي هي ثلاثة أحمر موجودين في الثمانتاشر أربعة أحمر كسافة هجومية كسافة هجومية حتى كمان اللي بيساند من نص الملعب هتلاقي برضا فيه ناس مستمينية كرة تانية بشكل جيد ودي من ضمن الحاجات للراجل طمننا من خلالها إن الراجل التلت اللجومي لا يشتغل عليه على أعلى مستوى بيحاول يختارك من الأطراف الجمل التكتكال اللي بيشتغل عليها واضحة وإنه محافظة للعيبة كور السابتة كمان إسلام مهمة أو التريك اللي بيعمله إذا كان في القرنان أو كور السابتة الجانبية بيبقى فيها تريك الراجل بيعمله واللعابة حافظه فيعني الحمد لله اللعابة ديتنا ثقة من خلال مبرات الزمالك السوبر لا النادي الأهلي جاي جايب أفضل بشكل كبير طيب كابتن عادل محمد عبد المنعين بنسبة ماء في الماء لن يستطيع أنه يشارك في هذه المباراة من اللي ممكن بقى يعني ياسر إبراهيم أيمن أشرف رامي لا رامي لسه ما لسه في الجيم هو ديانج ما بين ياسر ما بين أيمن لكن من ضمن الحاجات اللي بتصعيدني كراجل متربي في النادي الأهلي أن الراجل ده مخلص جدا أنا بسمع أنه بيشتغل 18 ساعة لدرجة الناس ما بتروحشي لحد صاح 11 بالليل بيبقى موجود بيقطع على الماتشات بيشتغل على الماتشات بيشتغل البدني بيشتغل نفسي بيشتغل كل حاجة كل حاجة بيعملها ودي أسات أسات التدريب من ضمن الكرام الكابتن مار الرائع احنا في ماتش المنستير وإحنا بنلعب في تونس الراجل اللي عمل ثلاث تغييرات وانت كاسبان واحد وعايز يجيب التاني عايزين نجيب منازل ثلاثة فراودة ثلاثة مهاجمين لك تنرجة تعادل بساعتها لسا كان عايز يجيب الصح يكسب عايز يكسب فبيعمل ثلاث تغييرات والثلاث تغييرات كلهم تغييرات هجومية معناها أن الراجل عنده ثقة بيدي رسالة ثقة للعيبة ورسالة ثقة للجمهور أننا النادي الأهل وبالتالي المقاومات دي بتبين شخصية المدير الفني صحيح شخصيته هل هو ضعيف هل هو ما عنده ثقة في الناس اللي حواليه من ضمن الحاجات برضو الرائعة اللي أنا دايما يعني بحسها أنه بيقول أنا في لعيبة في التمرين أنا مش أحكم عليها من خلال التمرين أنا أحكم عليها من خلال المباريات فدي طبعا دي حاجة كان لأنه أحيانا بيلاقي العيب في التمرين يعني جيد جدا وبعدين لما بيدي له أجزاء من بعض المباريات بتحس أنه هو الأداء مش هو ده لكن متوقعه منه في التمرين وبالتالي بيبتدي يحط كل واحد في مركزه والبديل بتاعه بحس أنه هو إن شاء الله في يناير يبعنده الرؤية إيه الأماكن اللي أنا ممكن أن أضفها وفي نفس الوقت الولاد اللعيبة اللي موجودة دلوقتي هو حسس أنه هو حط بزرة أيه زي ما قال الكابتن مير فيها محبة بتتلاقي اللعيبة كلها مبسوطة فرحانة في الطيارة فرحانين في التمرين وبيعمل تمرين قاسي جدا وبيجيبهم الصبح لحد بالليل اللعيبة مبتسمة مبسوطين فطبعا دي حاجة مبشرة بالخير أنك أنت وانت بتأدي عملك وانت مبسوط غير لما تكون بتأديه وانت متدايق متدايق فطبعا الانتاج بيبقى أفضل والشغل بقى أفضل وشوفنا قد إيه في ماتش الزمالك في ماتش السوبر الحكم الحقيقة كان مكانش موفق في كرات كتيرة جدا هو مع ذلك لم يتعرض لأي اعتراض يعني فيه كور يعني يعني كورة الرجل الستارز اللي جاي في رجبة تعالي معنول دي كان فيها كارت أحمر وفيها يعني كان فيها شغلانة لأن الستارز رايح في الرجبة صحيح وفيه وكورة تانية برضو حمد فتح وفيه كورة تالتة الوش الجزمة في وش طبعا نقذب عنه اسمه إيه دوات لعب نص المرعب في زماية عشور تاني أيوة عشور الكورة طبعا الرجل أكرم واخدها فرجله يمكن لطة وشه فإنما لها هناك اعتراض لن الجهاز الفني ولن اللعيبة على لغم أن كان هناك بعض الأخطاء لكن أكيد الأكيد أنه هو إن شاء الله مبشر بالخير وهيبقى ياسر أو أيمن يا كابتن أنا بشوف أن ياسر هتبقى عدلته وبعدين في الكورة العالية والحاجات دي بيبقى أكتر لأنه برضو أيمن هما الاتنين زبعت الاتنين كويسين جدا طبعا وخبرات والاتنين دوليين وكل حاجة لكن الراجل ده مش هيظ لما هتبص تلاقي لو مثلا ياسر تمانية من عشرة وأيمن تمانية وكسر من الثانية هيدي للكسر فهيبقى عدل بينهم جدا لأنه هو طبعا حضرهم في التمرين في الملشات الودية وفي الحاجات دي كلها فطبعا يعني هيعدل بينهم وهيلعب اللي هو فعلا جدير إنه هو يبقى في الحتة دي مكان عدل منه طيب كابتن ماهر ونحن بنتكلم دولي خلال نتكلم بقى في آخر الحلقة عن الدوري العام بما إن حضرتك كنت عايز تتكلم عن الاتحاد سكندري الاتحاد سكندري للمباراة الثالثة على التوالي بيافوز وثلاثة نقاط يؤدي بشكل جيد مع مدير فني بالمناسبة الكثير من الاسكندرانية يعني يحنو بيكلموني ويقولوني إنه هو لن ينجح ولكن واضح إن فيه مدير فني أصر عليه الأستاذ محمد مصلحي رئيس النادي الاتحاد وبالتالي قدر إنه هو يعمل حاجة حتى هذه اللحظة ونحن مش عارفين مباريات وحضراتكم طبعا أساتذتنا وقادرة مني في هذا الكلام المدير الفني هو بيكون سبب في إنه هو يكسب أضلع المنظومة يا سلم نجحت بشكل بير جدا محمد مصلحي في الإدارة رئيس النادي قدر إنه هو يوفر اللعيبة المميزة الموجودة في التشكيل وفي التيم منستاش كمان بقى الضلع التاني والأهم محمد عمر يعني محمد عمر بصراحة أنقذ الاتحاد يا أسلام صحيح في التلاتة المتشات صراحة وحطوهم في المكان الصح اللي هو يطم بالنادي الاتحاد إنه منزلوش ثم بعد كده المدير الفني واستخدام مدير فني له خبرات صحيح روزان دوت سربي راجل لي خبرات شفناه مع الرجاء شفناه مع الوداد شفناه مع منتخب أفتيكر أوغندا أو تنزانيا حاجة زي كده كونغو يمكن آه يعني آه ماشي فالأضلاع التلاتة نجحوا بشكل كبير جدا ناس لها نعم قدروا قدروا بعد كده الجنب الفني بقى طبعا إنه راجل يختار الطريقة ويختار التشكيلة المناسبة آه لنادي الاتحاد شفنا شفنا الأداء خارج ملعب الاتحاد مبرط الافتتاح مع أسوان شفنا تسايد و وسيطرة من الاتحاد في الجنب اللجمية بشكل كبير جدا على أسوان آه المباراة القبل كده يمكن النهاردة مباراة طبعا من المباراة الجميلة جدا اللي تحكر خسران 1-0 قدروا يتفاوض بثلاث أهداف ووضح برضك الإضارة الفنية الحب المتبادل بين اللعيب وبين المدير الفني زي ما قلت لك محمد عمر كان حلقة الوصل بشكل كبير يعني تقدر تقول النهاردة الاتحاد مش شفناهوش إسلام من فترة بصراح بالشكل والوضع اللي مود عليه طبعا أنده جمهرية كلها الحقيقة طبعا والعلاقات المحترمة للنادي الألي مع كل الأندية سواء جمهرية أو أندية أخرى بالضبط وده بيطمن جمهر الاتحاد طبعا اللي هما بيعشاءوا نادي الاتحاد سيد البلد فأنا شايف أن الاتحاد حيمشي بخطوات كبيرة جدا إن شاء الله ولو الأمور مشت معاها خلال المباراة اللي جاية لا دوافع ستختار أكتر ممكن ستجد الاتحاد في حتة ثاني بالنسبة للأربعة اللي هما بنفسه المربع أو الخماس اللي موجود في المقدمة كابتن عادل شفت مباراة المتخب الأوليمبي شفت فترات لأن كان فيه ماتشات مهمة ثانية مهمة ثانية كان بيرشلونا وليفربول لكن شفت فترات من هذه المباراة يعني الفرقة الرغم من حداثة اسمها وحادثة طبيعة لكن برضو كان المتخب الألومبي فيه مشكلة كبيرة فيه أن معظم اللعبة اللي موجودة ما هيش أساسية في عندية البعض منهم ما لعبش في الفريق الأول غير الأجيال قبل كده كان الأجيال قبل كده دايما المتخب الألومبي تبصت لها معظمه رمضان صبحي وكل كانوا بيلعبه بشكل أساسي حتى فيه منهم كانوا بيلعبوا مع الفريق الأول مظبوط وبالتالي المنتخب ده أعتقد بس لسه في وقت يعني أنت عندك الماتش الثاني في مارس فتخيل أنت لسه النهاردة 1 نوفمبر لسه عندك أربع شهور أو خمس شهور تقادر فيه خمس شهور تقريبا لك أنت أنك أنت يعني يتعمل لهم بقى برنامج كويس ونبعد كابتن ويبقى فيه قرارات فيها نوع من زي كده اتحاد اليد لما قد قرارات أنه يبقى فيه بعض الولاد في المنتخب الأولمبي يبقى دايما عملت جيل مهم أنك أنت الولاد دول يبقوا بيشتغلوا في ماتشات مش لازم تجمعهم لا يلعبوا مع عنديتهم يبقى ده خير إعداد ليهم في البطولة اللي احنا طبعا بنبقى دايما بنتمناها نحنا نوصل لمرحلة متقدمة في الأولمبيات فطبعا دي حاجة إن شاء الله يعني يبقى فيها قرار من اتحاد الكورة أن الولاد دول يتعمل لهم مباراة قوية مع فرق قوية ما نجيبش أنصاف الفرق اللي هي ضعيفة ويبقى فيه نوع من اشراكهم في المنتخبات مع أنديتهم علشان يعني يبقى بنسقلهم علشان المتشات المهم كابتب مال المنتخب الأول ومباراته أمام بلجيكا يعني أنا كل شوية بسأل هذا السؤال لأنه أحب أعرف كل آراء خبراءنا في هذا الأمر لأنه هناك البعض بيشكك يعني أقولك إيه أنا ملعبش مع منتخب بلجيكا لأن منتخب بلجيكا منتخب قوي حيكسبني ثلاثة أربعة مثلا يعني وفي ناس تقولك لا إن شاء الله رب تغلب كام ضعي حضرتك بالزبط مهمة جدا المبارات دي إسلام لو نرجع كده للزمن ورد كابتن جواري يمكن عمل حوالي أكتر من العشرين مباراة من هالمدارس المختلفة اللي بشكلتها فعلا أفادتنا بشكل بيرد عاز أقولك إسلام الفرق بيننا من أوروبا يمكن حوالي 30 سنة نحن النهاردة لما بدلعب مع فرقة أوروبية زي بلجيكا فرقة مصنفة تأكد إن إحنا نستفاد منها بشكل كبير جدا 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 من كل الجوانب يعني أنت مع مدرسة الاستفادة بالزبط جانب مهما كانت النتيجة مهما كانت النتيجة وإنا عاز أقولك إن شاء الله بذلعها النتيجة المباشرة لأن إحنا عندنا دوري قوي عندنا مدربين على أعلى مستوى إذا كانوا أجانب أو مصريين اختيارات المنتخب حتى يكون الباب مفتوح يعني كمان العيبة ظهر يعني معمود متولي ده يعني بصراحة بعد الأداء اللي بيقديم في الـ 4-5-6 مباريات الأخيرة مع النادي الآلي أعتقد يجب أن يكون له دور مع المنتخب أكيد ملون في المية ودي من ضد الحاجات اللي بصراحة بتحسب اللي كمان لجهاز المنتخب القامل أكرم الرجل قال قال الباب مفتوح لا يحد بيكتهد وخبلك بنقدر نضمه للمنتخب فأنا شايف أن كل ما بفيه احتكاك كل ما هيعود علينا بالثقة والفايدة يا رب إن شاء الله إذا كانت من كل جوانب إدارية أو فنية أو تكتيكية فمباراة إن شاء الله بإذن الله يعني نستفيد منها بشكل كبير يا رب إن شاء الله نستفيد من هذه المباراة أنا بشكرك جدا يا كابتن عدل على وجودك معنا شكرا جزيلا أنا بشكرك جدا يا كابتن مال على وجودك معنا شكرا جزيلا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير